بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية فبعد افتتاح الأبواب المفتوحة لتصدير التمورة مشتقاتها اليوم أشرف وزير التجارة على افتتاح الأبواب المفتوحة لتصدير الزيت الزيتون ومشتقاته ومن أجل توضيحات أكثر ومدى أهمية هذه الأبواب في ترقية زيت الزيتون ومشتقاته هي تواجد معي وزير التجارة كامالرزيك مرحبا بك معي الوزير ولن أشكرك على الاستضافة ومن خلالك وحيي مشاهدي قناة النهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معني الوزيزة منك تحتنا مدى أهمية هذا البواب المفتوحة من أجل ترقية زيت الزيتون ومشتقاته لصادعات أكثر ولا يخفى عليك أنا في طالب برنامج الحكومة من أجل تثمين كل ما لنا قدرات تصديرية فيه في المنتجات لابد أن تقام له هذه الأيام وبالتالي فمن الشعب التي نعتقد بأن لنا قدرة تصديرية كبيرة هي شعبة زيت الزيتون ومشتقاته بعد ما قمنا منذ أسبوعين بتثمين شعبة التومون من خلال أبواب المفتوحة جاء اليوم دور لهذه المادة المهمة جدا والغالية على قلوب كل الشعب الجزائري وبالتالي أردنا اليوم أن تكون أبواب مفتوحة خصيصة لزيت الزيتون ومشتقاته الانطلاقة من هذه الوكالة اليوم لكن عبر 58 ولاية يعني في الولايات الأخرى وانت كنت معنا ولاحظت مشاركة الجميع اللي رح تكون أيضا فيه معارض اليوم إن شاء الله في عبر هذه الولايات لمدة تث أيام من خلالها يتم تعريف بالقدرات الكبيرة والهائلة لهذه المنتجات وأيضا جودة ونوعية هذه المنتجات لا يخفى عليك بأن زيت الزيتون الجزائري كثير من المسابقات شاركت فيها على المستوى الدولي نالت المراكز الأولى وهذا دليل على جودة ونوعية الزيوت اليوم أردنا مع الفاعلين في هذه الشعبة أن نخليها تخرج إلى العالم من أجل البلوغ أرقام أكثر لأن حد الآن نهاية 2021 صدرنا فقط 2 مليون دولار ولتقريبا 19 دولة من خلال 78 متعامل اقتصادي الهدف هو أكبر الآن نشتغل إن شاء الله مع الجميع كل قطعة الوزارية وكل متعاملين الذين يتدخلون في هذه الشعبة نشتغل مع بعض الوصول لملاة إن شاء الله في نهاية 2024 إلى مضاعفة رقم التصدير إلى 5 مليون دولار ومضاعفة عدد الدول إلى 50 دولة بدل ما تقريبا 20 دولة ومضاعفة عدد المصدرين من 78 إلى 100 مصدر هذه الطموحات لماذا؟ لأن قدراتنا الإنتاجية في هذه الشعبة كبيرة جدا جدا جودة ونوعية هذه المنتجات الآن زيت الزيتول ينتج تقريبا في عبر على الأقل 30 ولاية وبالتالي أصبح منتوج وطني بامتياز موجود في كل موائد العائلات الجزارية وبالتالي أردنا أن نخرجوه إلى العلن ونشتغل مع بعض لأن اليوم ستكون في ورشات لمعرفة ما هي النقائص أو ما هي المعويقات التي تتوعق لكي نطور تصدير هذه المادة إلى الخارج اليوم نحن نفتخر بأننا أمين زيوت ذات العالمة والجودة العالمية اليوم لدينا مشتقات كثيرة لزيت الزيتول الآن نشتغل باش نضاعف أولا استهلاكوا على المستوى المحلي ثانيا تصديروا نحو الخارج فيه مجهودات مبذولة في قطعنا في قطع وزات الفلاحة في قطع وزات الصناعة في كل القطعات وبالتالي هذه المجهودات ما إخواننا المتعاملين المنتجين حرافيين فلاحين لابد أن نجلس في طاولة واحدة وهذه اليوم هي الفرصة باش نتحدث ما هي السبل والآليات باش نطوروا تصدير هذه المنتجات إلى أرقام تليقوا بمقام زيت الزيتون الجزائري وتليقوا بمقام الجزائري لأن رحبنا أن الدول أقل منا من ناحية النوعية والجودة أقل منا من ناحية كمية الإنتاج لكن حجم التصدير كبير نحن عندنا من توجه يتميز بجودة عالية يأخذ المسابقات التي يتم في أوروبا في أمريكا في شرق يعني في دول خانيج دائما زيتنا كل مرة من البويرة من البليدة من البجاية من تيزيوزو من الجلفة ينالون المراتب الأولى والميداليات الذهبية لكن عندما نروح نشوفه فيه معويقات في عمية التصدير الآن نحن نجلس مع بعض نشوفه ما هي النقائز لأن حتى الوصول إلى خمس ملايين دولار فهي أرقام دائما تبقى ضائلة وبسيطة بالمقارنة إلى إمكاناتنا وحجمنا حبينا اليوم في إطار برنامج الحكومة لتثمين الشعب وهذا التطبيق لبرنامج سيد الرئيس فيما يتعلق بالتطوير وتشجيع الصادرات الخارج المحروقات أبدينا بشعبة التومبول واليوم إن شاء الله شعبة زيت الزيتون وبعد 15 يوم إن شاء الله ستكون شعبة صناعة الكهرومنزلية وهكذا كل 15 يوم ستكون شعبة نطولها فرصة أنها تظهر شعبة نوضحه لشعب الجزائري ما هي قدرتنا وإمكانتنا وشعبة بش نوقف مع بالعنى النقائص بش نخذها بالعتيبار ونصحوها بش نرفعوا حجم التصدير لأن طموحاتنا كبيرة في 2023 لازم نصل إلى عشرة في 2024 لازم نصل إلى أرقام أخرى إلى أن نصل لهم على إن شاء الله في يوم والأيام على الأقل بين 15 و20 مليار دولار خارج المحروقات لنا من الإمكانات والقدرات فقط يبقى الفعل نحن نجسد هذا من خلال فعل هذا معني الوزير بعد نجاح المعرض الإنتاج الوطني ونجاح معرض أسهار تحدثتم عن التوجه نحو معارض خارجية ما مدى تقدم نحو إنجاز هذه المعارض؟ أكيد نحن نشتغل بالتعاون والتنسيق مع أخوانا في وزارة الخارجية ووزارة الأخرى إن شاء الله بعد أسبوعين سنذهب إلى موريطانيا سيكون أكبر معظم من توجهة الوطنية لتقريبا 160 مؤسسة سيكون حدث كبير ولي أتشرف إن شاء الله إذا يكون فيه وفد كبير من رجال أعمال أعتقد تقريبا 200 إلى 250 رجل أعمال سنكون ضيوف على إخواننا في موريطانيا ب160 مؤسسة جزائرية في كل شعب سيدوم هذا المعارض خمسة أيام من أجل توضيح لإخواننا في موريطانيا وغير موريطانيا بالقدرات الهائلة التي سوف نذهب هذه سياسة الحكومة لأننا نطبق سياسة الحكومة لمستمدل من برنامج سيد الرئيس نحن نعتقد وهذا ما سطر لنا من طرف سيد الرئيس أن الذهاب إلى هذه الدول كمعارض خاصة بالجزائر هي أحسن فرصة وأحسن وسيلة لذلك تلاحظوا بأن سيد الرئيس أزدلنا تعليمات بإنجاز ما يسمى بقواعد في موريطانيا في السينيغال وفي النيجل تكون دائما لعرض المنتوجات الجزائرية للتصدير وبالتالي ذهبنا إلى موريطانيا يدخل في هذا المساعد وسيكون من أكبر المعارض التي ستنظم طرف الجزائر خارج الحدود وبدينا موريطانيا نظر للعلاقات الطيبة العلاقات الأخوية الموجودة بيننا وبين الشعب الموريطاني العلاقات الجيدة والرائعة الموجودة بين المتعاملين القصاديين جزائرين وموريطانيين قلنا سنبدأ من موريطانيا كرسادة إلى إخواننا في موريطانيا إلى إخواننا المتعامل القصاديين نحن آتين إلى نواقشط في إطار مقاربة ربح ربح وبكل ما تحوزه الصناعة الجزائرية بمختلف تشعباتها ستكون موجودة في معرض نواقشط لمنتوجات الوطنية وإن شاء الله في إطار برنامج الحكومة فيه دول أخرى ستأتي وهذا حسب ما هو مسطر مع سيد وزير الأول برنامج سطر سيد وزير الأول تطبيق لتعليمات سيد رئيس الجمهورية إن شاء الله سنذهب كمنتوجات كمعارض خاصة الجزائرية إلى دول إفريقية إلى دول أوروبية وإلى دول أسيوية إن شاء الله خاصة بالنسبة للدول الخارج وحتى دول أسيا في 2023 إن شاء الله بدنا بموريطانيا وتكون إن شاء الله بدايتها حسنة وبدايتها طيبة لكي نعمل على الأقل يمكن عشر معارض في الخارج خصيصا لمنتوجات الجزائرية إن شاء الله هذا بالإضافة إلى مشاركتنا في المعارض الدوانية كما كنا سابقا ستبقى هذه لكن شيء جديد في طار برنامج الحكومة تطبيق لتعليمات سيد الرئيس سنذهب إلى الدول الإفريقية الدول العربية الدول أوروبية الدول أسيوية بإقامة معارض متخصصة جزائرية 100% معالي الوزير من الصادرات والسوق الخارجي فلنتوجه إلى السوق المحلية نحن على بور شهر رمضان ما هي الأليات التي تخدموا الإجراءات التي تخدموا؟ الحكومة لها برنامجها وهذا البرنامج صدق عليه سيد الرئيس في الأيام القليلة القادمة سترون هذه الإجراءات أنا أعتقد أن الشهر رمضان هو كسائل الأشهر الأخرى الحكومة وقفة في شهر رمضان وغير شهر رمضان باش توفر كل ما يبتغيه المواطن من سلع وخدامات بأسعار معقولة وبالتالي شهر رمضان هو سائل الأشهر الأخرى يعني نفس الإجراءات التي تتطبق في جنوذي وفيفري في مارس سيتم تطبيقها إن شاء الله في شهر رمضان والمواطن سيكون إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة الإجراءات التي أزدها سيد الرئيس للحكومة بتطبيقها في الميدان شكرا جزيلا معي الوزير كانت هذه هي تصريحات وزير التجارة وترقية تصديرات كمالا لزيك وتوضيحات حولها لما افتتاح الأبواب ترقية تصدير زيت الزيتون كان معكم عادل غضبان شكرا جزيلا لك عادل على ما قدنته وشرك موصول